طيب حاجة فرحتك ومش قادر تنساها الان من فرحة والله ما انا ذاكر ها شفتي يا زوجتا قليك الله ما انا ذاكر بدل ما يقول يوما تزوجت دوجت يوما عرّت يوما خلفت أبني البيتك وبهنجي البيتك ها شفتي الله أبقى عنا من المخلحين الابن البكر والبنت كل الأولاد والله حتى أنه ابني البكر من كثر ما فرحت ابوه يعني جوت يوم يعني هو مفرح ابوه لكن في موقف معوه ها صلي فيه رعب ايش واش نفعل كان الطفل عدو صغير وما قد تحركش من فراشه يعني ما قد لا انقلب ولا يحبي ولا أي شيء عدو كان في مكان في فراشه طيب انا جاي من الغديوت من وظيفة من العمل وبحت البيت فدقت الباب وفتحت لي زوجتي دخلت سألت على الولد قالت نايم في الغرفة ايو وباب الغرفة ها الهذي مرتفعين ما استطعش دخلت المجلس تغديناء وبعدا قلت شوفي للولد ما نو مصحيش راح تشوف الولد صاحت ما باحد الولد اه انا جريت زي المجنون اشوف الولد جري الباب جي والباب مغلق من داخل ايه باب الجباب مغلق من داخل وين راح فتش الولد والا الولد مش موجود صيحة فوقها فتحتي لحد حد دخل والا مرى رجال قريب بعيد ما في شيء وين لقيته بعدين انزل للدري مرة ثانية اروح والا خلاص جاب من الجنان جبت الجنان قبل عندما حرك الثوب دخل في في هذر الشمعة حقل الثياب والثياب طويلة اول مرة يتحرق ودخل ورثياب حق الشمعة هو كان متعمد اول مرة يتحرك احنا لو قدو بيحبي لو قدو بيتحرك يحبي قد بانتوقع لكن هذا اول مرة اول مرة دخلت اول مرة لكن قد انا بتقاتل نو زوجيدي وقلت اكيد فتحت الباب لحد ولا انا موقف مرعب يا حصلي لانه ضياع الاولاد الموت ولا الضياع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة